وَلَا يَهُلُّ وَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ وَوَعِلُ لِلْمُ سَلِّينَ فَسُلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرَ إِنَّ شَعَنَكَ هُوَ الْأَبْطَرَ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْهُطْمَةَ وَبَعَدُ رَاقَبَ الْهُطَمَةَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَوَيْرًا أَبَابِينَ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالدين المنفوش يومئذ يزدر الناس وشتاة ليروا أعمالهم ومن يوم المسك على درة غير يرى ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمونه الملكين وإنه على ذلك لشهيد وإنه لهب الخير لشديد ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل البنائكة برّوه بيها بي ربه من كل يوم وما تفرق الذين أوقوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا اليابود هم أخلصين له الدينة هنافة أباكي مصدرات والكتاب وظهر الكبير الكيّمة يوم يكون الناس كالفراش المبثور وتقول الجبال كليه المنفوش إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آملوا ومصدراتهم وتلاصوا بالهك وتلاصوا بالصدر وما أدراكم الهتومة نعر الله الموقنة إلا فيهم رحلة الشتاء والسويف وليعبدوا رب هذا البيت ولا أنا عبد ما أبدتم ولا أنتم عبدون ما عبد ومن شر واسق النذاب قب ومن شد النصاصات في اللغة سيسلاب